الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دينه محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على محمد والبيته الطيبين الطاهرين المعصومين المنتجبين الميامين حياكم الله مشاهدين الكرام وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء بذكرى استشهاد سيدتنا ومولاتنا فاطمة الزهراء عليها السلام وأهلا وسهلا بكم وفي برنامجكم هداية السائل مع ضيفي الدائم سماحة العلامة سيد ظافر الفياضة الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة فلنرحب به سوية السلام عليكم سيدنا وعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاء وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته وعظم الله لكم الأجر الله يسلمكم إن شاء الله مشاهدين الأحبة للمشاركة في البرنامج يمكنكم الاتصال عبر الأرقام الظاهرة أسفل الشاشة وكل ما يطرح على طاولة البرنامج المسائل الفقهية هي مطابقة لفتاوات الله العظمى سيد صادق الحسين الشيرازي أدام الله ظله طبعا سماحة سيد من الأسئلة التي وصلت إلى برنامج هداية السائل من هذه الأسئلة هي البيع والشراء وأحد الأشخاص يسأل عن بيع وشراء الحلال أجر لكم الله يعني الغنم فيقول هل من الممكن أنه بيع الغنم بالآجل أو بما هو المعروب بالأقصاد أو ماذا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين اللهم صلي على محمد وآل محمد السؤال الذي تفضلتم به الغنم أجلكم الله يعني الحلال الشياه وغيرها فهي مثلها مثل أي سلعة أخرى تباع وتشترى فإذا كان بيع وشراء فيجوز فيه البيع نقدا ويجوز فيها البيع مؤجلا أو ما يسمى بالفقه نسيئة أو ما يسمى عند العرف أو بالمجتمع أقصاد أو بالآجل هذا كله يجوز ما دام الثمن معلوم والمثمن معلوم وجرى مجلس بيع وشراء لهذه السلعة نعم فإذا أركان البيع والشراء كلها موجودة معلومة معروفة ما فيها خلل فالبيع جائز حينئذ يعني حتى وإن كان مثل ما الأخ السائل هنا دايسل أنه موضوع الحلال والأغنام وما شابه لأن هذه مسألة البيع بالآجل أو الأقصاد وهذه معروفة على بعض الأشياء مثلا أجهزة كهربائية بعض الأحيان تكون ألبسة بعض الأحيان سيارات يعني في هذا المجال ما متداول ولا متعارف عليه في الغنم أو مثلا بالمواد الغذائية أو بالخضروات وما شابه لربما عدم التداول هذا راجع إلى ندرته يعني نادر جدا ما واحد يأخذ له رأس غنم بس بالآجل يعني فلوسه ينطيها أقصاد مثلا خمسين خمسين مية مية حسب سعره مش قديد تفقون على السعر مثلا اشتروا لهم رأس غنم بثلاثمائة ألف وكل شهر يدفع له مية بس لأنه نادر يعني اللي يجري حاليا أغلب الناس خواهم وكلهم عايشين في وقفة الغنم ويشوفون البيع والشراء هناك أغلب البيعات هي نقدا يتعامل على الرأس الغنم يدفع فلوسه يأخذ ويروح هذا أغلب أما أندر يعني شيء نادر نادر الحدوث هو أن يشتري رأس غنم مثلا بالأقصاد مو معنى أنه إذا كان نادرا نادر الحدوث أنه مثلا غير جائز لا قلنا إحنا أنه رأس الغنم سلعة مثل مثل أي باقي السلع كل ما هناك أنها تختلف عن باقي السلع باعتبار أنها استهلاكية تستهلك بسرعة مو مثل السيارة السيارة تبقى عندك عشر سنين بينما هذا لا مجرد بس الذبحة والطبخة وتأكلها خلال ساعات ما تلقى إلى أثر فهي سلعة استهلاكية السلعة الاستهلاكية والغير الاستهلاكية يجوز فيها البيع والشراء نقدا ونسيئة أحسنت كذلك يعني موضوع العقيقة والأضحية العقيقة بها شروط إذا واحد رادي عقب عن نفسه وعن أولاده وعن أي أحد العقيقة ما تدخل بهذه أو شروط العقيقة ما يعني تدخل بهذه أنه لازم نقد أو آجل أو أقصاد لا ما لها علاقة لأنه العقيقة أنها تشتري أنت تشتري رأس مثلا غنم من الأغنام شات سليمة ليس فيها عيب سمينة مثلا ويستحب أن تكون خروف مثلا وبأسنان معينة ستة أشهر أو أكثر من ستة أشهر المهم هو أن يتوفر فيها اللحم هذا هو المقصود هذه هي الشروط في العقيقة نعم فأنت بعد ذلك إذا تريد تشتري عقيقة طبعا تقدر مثلا واحد يهدي لك رأس غنم يقول لك هاي هدية إلك وإنت تاخذ وتسوي عقيقة تقدر مثلا تشتري بفلوسك نقدان تقدر تشتري بفلوسك أقصاد هذا بيع وشراء ما لا علاقة بالعقيقة العقيقة أمور ندب إليه الشارع وخاص هو بالمولود وفي اليوم السابع مثلا من عمره يستحب أن يأخذ من شعره ويتصدق مثلا بوزنه فضة وأن يذبح له عقيقة هذا طبعا للقادر على ذلك أما غير القادر لا يقولونها مواجبة عليك هي أساسا مستعبة فحتى لو بعد مثلا سنة سنتين ثلاثة اللي يأخذ بالأقصاد أكو مسألة أخرى تشمله اللي هي أنه الأقصاد هو يعني بمعنى أنه دين مؤجل متمن هذا الدين المؤجل في هذه الحالة هو لابد أن يكون ذو مال من اللي إحنا نسميه يعني عنده أموال لكن ما يقدر يصرف بيها مثلا كتجارة يحتاج إلى أن يصرفها أن يبيعها تكان مثلا عنده محال عنده مزرعة يتاني تجي مثلا الغلة مالتها حتى في سبيل يصرف يعني تتوفر عنده أموال أموال الآن ما موجودة تمام؟ فشي سوي؟ يأخذ بالدين يأخذ بالآجل توضحت المسألة فيتبايعون ويشارون يعني يتبايع ويشار ويا هذا صاحب الشياح على أنه هذه يخصمون السعر طبعا يخصمون في مجلس البيع وشراء أنه الآن هذه السعرها 300 أنا بالآجل أسولك 350 مثلا خلاص قطعه السعر فكل شهر تدفع لخمسين تدفع لمية بحسب الاتفاق فهي مثلها مثل أي سلعة أخرى يجوز فيها البيع نقدا ونسيئة أحسنت يعني الموضوع هو ما لأ علاقة أنه بيئشكال أو ما بيئشكال ما بيئشكال مدام بيع وشراء وبهالشكل هذا حتى قضية الدولار الآن مشابهة نزيل قضية الدولار يعني ياخذ مثلا مجموعة من النقود نعم كدولار ويخصمون السعر في وقتها نزيل يقل له هل قد إلى شهر أو إلى ستة أشهر وينطي بعد ذلك يرجع لفلوس عراقي نزيل منتبه للعملية كذلك اللي إذا اشترى لأراز غنم أم نفس العملية نزيل يخصمون السعر في وقتها ويقل له إلى شهر تطيني هل قد أسأل جنابكم هو في موضوع العقيقة والأضحية هل من الممكن الشراكة بسهر ربما ما يتوفر عندك كامل المبلغ بالي ممكن أن يشارك مثلا مع مع آخرين في أضحية واحدة أو في مثلا في عقيقة واحدة بالعقيقة يصير بالعقيقة أو الأضحية هو الوارد في الأضحية أنه مثلا مجموعة ما عدهم يذبحون أضحية يشاركون مثلا في أضحية واحدة مزيل كذلك العقيقة باعتبار أنه المسألة يمسألة ذبح يعني إجراء دم نعم جريان دم نحن مثل ما نقول بالعامية تمام فإذا مثلا عنده ثلاثة أربعة أولاد يقدر يعقع عنهم بالشات واحدة بالخصوص هذا فيشتركون أحسنت كذلك سماحت السيد سؤال آخر وهو من أحد الأخوة يسأل حول العقد ومدة العقد الزواج المؤقت يقول إجراء هذه المدة اللي نقدر نحددها هل من الممكن تتجاوز ست شهور سنة سنتين أقل بسم الله الرحمن الرحيم طبعا المدة والمهر كشرطان كشرطين في عقد المنقطيع هذا بحسب الاتفاق يتفقون الزوج والزوجة على المدة وعلى المهر بحسب الاتفاق فيجوز ساعة ويجوز ستة أشهر ويجوز مئة سنة نزح ماكو يعني تحديد هذا بحسب الاتفاق شون هما يتفقون بأي صيغة يتفقون على العقد ويجري بحسب الاتفاق أما بخصوص المهر متى واجب على الرجل أن يعطي المهر للزوجة هو حين العقد يجب عليه حين العقد حينما يعني يجري بينهم صيغة العقد الإجاب والقبول يجب حينئذ المهر على الزوج ولكن يكتمل حين الدخول حين أحسنت بعدها أنا عندي مناقشة في هذه ولكن اسمح لي أن أخذ أخذ نور من محافظة السلام عليكم يا نور حياتي الله يا نور وعليكم السلام تفضلوا السؤال ممكن السيد أحكيم نعم نعم جناب السيد وياكم وجنابكم على الهواء مباشرة تفضلوا أنا أخذ فلوس من أخواني بدون ما يدون هالأم حرام علي واضح سؤال آخر السؤال السؤال الثاني والدتين تأخذ يعني من ابناها تأخذ فلوس بدون ما تقول لهم يعني هذا يعني شنو واضح أتكم سؤال آخر لا شكرا شكرا لاتصالة يا نور نعم سماحة السيد بخصوص إعطاء المهار والوجوب على الرجل أن يعطي المهار يعني فقط أو بالتحديد أنه فقط عند الإدخال أو مثلا ما صار انتهت العقد وما صار أتم إدخال لا هو المقصود الدخول نعم يعني عمليان نعم الرجل دخل بالمرأة هذا هو عمليان فإذا تحقق الدخول حينئذ يجب المهر كله إلى المرأة إذا ما تحقق المرأة ما ألهي شي لا إلها نص بالعقد إلها نص لأنه حتى لو تجري عقد ويا امرأة نزيع فيثبت النص فإذا طلقه مثلا أو ما رهما وما حدث دخول فسخة والعقد يعني طلقها مثلا فلها نص المهر حينئذ يعني هذا الكلام ينطبق على الدائم والمؤقت لا على الدائم نعم هو كزواج نعم ينطبق على الدائم والمؤقت ولكن احنا كلام نحن نتكلم عننا الآن كمهر الدائم أحسنتم ولهذا أنا قاعد أأكد على الموضوع فبط مثلا إذا دخل بها وجب المهر كله ما حدث الدخول يجب حينئذ عليه نصف المهر ينطي إلى زوجه حاليا عند البعض الشائع بين الشباب والشابات أنه يسوون مهر عقد بيناتهم لرفع الحرمة نعم ويحددون به كذلك مهر نعم هذا ووقت أيضا ووقت أيضا أحسنت ووقت أيضا ولكن هو فقط لرفع الحرمة نعم هل واجب على الرجل أن يعطي المهر نعم باعتباره زواج وعقيد نعم يجب عليه أن يعطي المهر إذا سماه يعني إذا وضع مهرا في هذا العقد لكن يجوز المصالحة عليه مع المرأة في أنه تقل مثلا ما يبرز معنا هذا المهر يجوز المصالحة أو يضع مهرا معنويا وليس ماديا المهر المعنوي أيضا جائز في العقود يقال مثلا تحفيظ أو قراءة صورة الفاتحة أحسنتم فهو قرأ صورة الفاتحة قلص الماضي يقال أنه من المهور المعنوية الصلاة على محمد الصلاة على محمد هل من الممكن بهذه البساطة يعني أو تسبيحة الزهراء أو هذه بالي بهذا البساطة وأبسط من ذلك بعد كذلك نرجع إلى سؤال نور من واسط نور سئلت أنه هي تاخذ فلوس من أخوانها وكذلك والدتها تاخذ فلوس من أخوانها بدون علوم بالي بسم الله الرحمن الرحيم بالنسبة للأخت نور السؤال مالتها بأنه تاخذ فلوس من أخوانها في هذه الحالة لا يجوز إلا بإذنهم إلا أن يكون هذا الأخذ مأذون من قبل الأخوة يعني من قبل هذا الأخذ الذي يأخذ منه المال إذا حصلت الإذن نعم يجوز لها الأخذ حتى لو ما يدري إذن عام مثلا أما إذا لا تعرف أنه لا يأذن لا يجوز لها الأخذ من عنده بدون أن يدري وكذلك الأم أحسن أحسن بارك الله بك نأخذ هذا الاتصال ويأنا الأخ إبراهيم من بغداد السلام عليكم يا إبراهيم السلام عليكم حياكم الله يا أهلا وسهلا بيك حياك الله السلام عليكم الله يا عمر أنت أحبس السيد نعم جناب السيد أكو كلمة دائما عد الفقهاء والمراجع كلمة لا يجوز نعم أنا عائل كلمة لا يجوز يعني مطلقة ومقيدة يعني بحالات واضح في خدمتك شكرا لاتصالك يا إبراهيم وكذلك سيدنا نأخذ ويأنا مريم من محافظة ذيقار السلام عليكم يا مريم السلام عليكم يا مريم السلام عليكم السلام عليكم هياكم الله تفضلوا بسؤالكم يا مريم نعم جنابت على الهواء مباشرة تفضل يا مريم كوير بس طالبة من السيد أريد أن يتسيري حس يعني قدام الشاهد أريد أن أسمح نحن عادة الدعاء نخلي يعني في حرم سيد الشهداء وإن شاء الله السيد يسمعكم وإن شاء الله يعني بعد البرنامج سماحة السيدة رح يدعي لكم عند سيد ومولاي تحت قبة سيد الشهداء إن شاء الله شكرا للتصالج طبعا سماحة السيد إبراهيم من بغداد يسأل جنابك حول الكلمة لا يجوز التي دائما الكثير هم يسمحها في المسائل الفقهية عند الفقهاء وهل هي مطلقة أو لا تفضلوا بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مسألة لا يجوز هذه بحسب بحسب مسألة بحسب المسألة التي ترد فيها وبحسب الدليل اللي يكون عند الفقه بحيث بحيث يقول لا يجوز أو يجوز لأنه الجواز وعدم الجواز هذا بالنسبة للفقه قد يقابل الواجب وقد يقابل الحرمة وقد يقابل المكروه وقد يقابل المستحب لأننا لدينا الأحكام خمسة الواجب والمحرم والمكروه والمستحب والمباح ذن الأحكام الخمسة بحسب الدليل اللي يكون بيد الفقه لهذه المسألة مثلا المعينة يقول مثلا حرام أو حلال واجب مستحب مكروه مباح مثلا لكن إذا كان الدليل غير مكتمل يعني الدليل مو دليل نقل مثلا آية قرآنية أو حديث مثلا أو لأنه حديث مثلا ضعيف استندوا إليه أو إجماع أدلة لبية مثلا المقصود بالأدلة لبية يعني الأدلة العقلية نعم أو هو عبارة عن اجتماع وتراكم للظنون مثلا الظنون المعتبرة المقصود بها مو الظنون الغير معتبرة اللي هي تكون محرمة يعني على الفقه ما يأخذ بالظنون المحرمة ما يأخذ بالظنون المعتبرة واضح إذا كان الدليل من هذني اللي عديناهين في هذه الحالة ما يقدر الفقه بضرس قاطع يقول مثلا حلال أو حرام وإنما يوجه بأنه هذا لا يجوز فعله لا يجوز حينئذ إما لا يجوز اللي هو قريب من المحرم أو لا يجوز قريب مثلا من المكروه بحسب المسألة اللي تناولت هذه القضية أحسنت بارك لذلك هو أغلب المسائل الشرعية اللي بيها لا يجوز تشوف أنه الفقهاء يحتاطون بها فيها احتياطات نعم أحسنت كذلك عندنا سؤال آخر سماحة سيد متى تكون صلاة الوحشة هل هي في نفس الليلة أو من الممكن في الليالي بعد الدفن إذا تسمح لي قبل الإجابة نذهب في فاصل ونواصل الحديث مع جنابكم مشاهدين الأحبة لا تذهبوا بعيدا فاصل وراجعين أبويا لله شرع الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهده في حكم الإيمان ومحكم القرآن هل لبس الجبة الملونة وأيضا الحجاب الملون فيه إشكال؟ إذا لم يكنا من لباس الشهرة ولا من لباس الزينة ولم يكنا مثيرين فارتداؤهما جائز والأفضل للمؤمنات هو الأسود هل يجوز وضع شيء من المكياج الخفيف قبل الخروج؟ لأني لا أستطيع الخروج بدون ترتيب ولو قليلا للوجه يعد ذلك زينة عرفا فيجب على المرأة سطره ما حكم عمل التدول الحواجب؟ رسم الحواجب بالليزر بالنسبة للنساء هل يجوز؟ وإن كان لا يجوز فهل بسبب اعتباره نوعا من الزينة التي يجب عدم إظهارها؟ أم بسبب كونه نوعا من الواشم؟ علما بأنه يدوم لمدة سنة تقريبا وهل يسقط عدم جوازه إذا كان شعر الحاجبين خفيفا جدا أو يملأهما الشايب؟ يجوز مثل ذلك للنساء ويجب سطره إذا عد زينة عرفا هل يجوز وضع الكحل في العين؟ لأن البعض يقول إنه من ضروريات المرأة وقد يكون وضع لفائدته للعين الكحل زينة على الأبهر والسلام عليها والسلام عليها التي يأمل الجميع شفاعتها إن شاء الله تعالى لله شرع بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم ليلة الدفن ليلة الدفن الميت هكذا ورد في الشرع ولكن بعض الفقهاء يقول حتى ولو لم يدفن ففي تلك الليلة أيضا يجوز أن يصلي أهل الميت أو محبوه أو عامة الناس أو أي أحد يصلي صلاة الوحشة لهذا الميت حتى ولو لم يدفن ولكن المعروف عن هذه الصلاة أنها تصلى في ليلة الدفن وهي مندوبة يعني مستحبة فالأمر فيها موسع هل الثواب للميت صلاة الوحشة أو الصدقة اللي يدفعوها قبل الدفن لا صدقة صدقة أولى من صلاة الوحشة نعم أحسنت ناخذ ويانا أم مصطفى من محافظة ديالة يا حياة الله يا أم مصطفى السلام عليكم السلام عليكم الله يسلمكم إن شاء الله السلام عليكم سيدة عظم الله أدوركم عظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزاب أرغم أولاك فيه الله يسلمكم إن شاء الله تفضلوا سيدنا عندي سؤال أنا متزوجة وعندي أبصال نعم وأقرأ من لا يأقرأ نعم للإمام الفتن سلام الله عليه وزوجي ما ينطيني مصرف مصرف ما ينطيني نعم مسواد البيت ينطين الأولاد يعني قائمة بواز البيت بس إلي ما ينطيني أبد يعني مجرد يعني حتى اللي بتواب الإمام الفتن أحصلها يعني هاتار 93 هو يأخذ من عندي وما ينطيني مصرفي ما ينطيني من حقوقي يجوز آخذ آني من عنده بدون إذنه أو شنو شو تقل له شو توجه هذا السؤال توجه إليه يعني شلون يعني يعني عوكي بدون مصرف يعني أنا هم أحتاج أريد مصرف ومرها هاك طبيبي يعني طبيب ما ينطيني دو وضع أشتري معروف عنا بخيل يعني يعني الحل شنو أم مصطفى أم مصطفى جناب السيد يسألكم يقول معروف عنا بخيل هو مبخيل لا بس علي عليها سيد هو المقصود يعني أنه حتى لو كان عليك عليك أبد أو لاي أبد حتى حبل الضغط ما ينطيني أشتري يعني بخلا مو يعني لو عداء هذا خلينا نقرر المسألة لا مو عداء لا مو عداء يعني بخل عليك أنت يبخل في هذه الحالة مو تماما خير آخذ من عنده بدون إذنه يعني من أحتاج أشتر علاج إن شاء الله راح تسمعوني الجواب نكون في خدمتكم شكرا لاتصالكم يا مصرف الله يسلمكم إن شاء الله نعم سماحة السيد مثل ما سمعت أم مصطفى ابن ديالة إنه أشارت على أنه هي حتى تشتغل تقرأ ملاي المرأة اللهم يوفقها إن شاء الله ويسدد خطاها حتى هذه المبالغ اللي تأخذها هي باسم سيد الشهداء يأخذها زوجها وما ينطيها لا ينطيها ما صرف لا يصرف عليها بسم الله الرحمن الرحيم لذلك إحنا استفسرنا من الأخت عن حال زوجها هل هو هاك يعني يفعل هذا الأمر عداءاً إلها أم بخلاً فقالت لا مو عداءاً إذن هو من القسم الآخر بخلاً عليها يبخل لسا على الناس الآخرين ما أن نعلاق المقصود عليها أنه بخيل لازم إيدها ما ينطيها حتى تقول هي فلوس دو ما ينطي لي في هذه الحالة يجوز لها أن تأخذ منه بمقدار حاجتها بمقدار الحاجة فقط يمكن الأخذ منه بدون أن يعلم فقط بمقدار الحاجة أكثر من هذا لا يجوز سماحة سيد نرجع إلى موضوع الصدق وصلاة وصلاة الوحشة ولكن نذهب إلى الأخ أبو مصطفى قبل أن أدخل بهذه التفاصيل نذهب إلى الأخ أبو مصطفى من محافظة الديوانية السلام عليكم يا أبو مصطفى السلام عليكم واتحياكم الله يا أحياك الله يا أهلا وسهلا أظم الله لكم الأجر يا أبو مصطفى أظم الله أجوكم إن شاء الله بشارة في ديق الزهراء عليك السلام أعظم الله لكم الأجر وأحسن لكم العزائي تفضلوا أكو بعض الأشخاص يصلون ويصومون بس ما مقالدين يعني شنو يحكمهم هذا السؤال الأول الثاني والسؤال الثاني ما حكم الرجل اللي يصلي ويغمض عينيه في السجود والركوع ولا بشوية نزحم السيد لا في خدمتكم الله يحفظكم إن شاء الله ما حكم رأيي السيد إن شاء الله الله يحفظه هذا الوضع وضع الأختيالات والخطوف والقتيل والدماء في الشوارع والنهيب والهرج والمرض قاعد نشوف حتى الناس احترفت عن الدين شوية شوية يعني صحيح ولو هذا تدخل من عدنة لا في خدمتكم سلامة السيد سلامة السيد الله يحفظكم في خدمتكم يا أبو مصطفى الله يحفظكم مع السلام نحن نشكر هذا تواصلكم الدائم يا حبيبي شكراً لك يا أبو مصطفى نعم سماحة السيد كان الموضوع حول صلاة الوحشة والصدقة موضوع صلاة الوحشة والصدقة جنابكم ستقولون أن الصدقة هي أفضل أولى نعم أو لا لا أفضل أفضلية يعني لأنه باعتبار أننا أصحاب الدليل كلما ما لا نميل فالدليل بالصدقة وكذلك بصلاة الوحشة الصدقة تكون أولى من صلاة الوحشة وإن كان الجمع أفضل أنه يجمع بناتنا هم يصدق وهم يصلي صلاة الوحشة موضوع كذلك سؤال الأخ أبو مصطفى ذكر سؤال الأول أنه هناك بعض الأشخاص يصلي ويصوم ولكن ما يقلد بسم الله الرحمن الرحيم تقليد عفوا المكلف أعمال المكلف بدون تقليد حينئذ تكون باطلة فعليه أن يقلد مرجعا جامعا للشرائط لتكون هذه الأعمال وفق فتاوى أحسنت أما السؤال الثاني الرجل الذي يصلي ويغمض عينا يغمض عينا يفتش عينا يعني ما بها يعني بعض الناس يقولك أنا حتى أركز مع الكلمات اللي أقولهن ما يصير عندي مثلا شرود يغمض أو يفتح عينا ماكو إشكال أحسنت طبعا عندي سؤال سماحة السيد من الأسئلة التي وصلت إلى البرنامج الشيء بالشيء يذكر بما أنه أبو مصطفى يسأل عن المصلي ما حكم قول كلمة آمين في الصلاة بسم الله الرحمن الرحيم نعم قول آمين في الصلاة بعد طبعا بعد صورة الفاتحة بعد قراءة صورة الفاتحة أثناء الصلاة هذا مبطل للصلاة لأنه كلمة آمين كلام بشري ما وارد بالقرآن فإحنا إذا كان أكو كلام لا يعد ذكرا من أذكار الصلاة حينئذ يكون هذا كلام الكلام البشري العادي فتبطل الصلاة حينئذ وكأنه يعني هو ليس ذكر فهو كأنه الإنسان تكلم بكلام هو خارج عن أذكار الصلاة قول آمين يعني بمعنى استجب هذا كلام خارج عن أذكار الصلاة أحسنت فتبطل بها الصلاة حينئذ أحسنتم كذلك سؤال البعد والثالث للأخ أبو مصطفى يسأل حول الوضع الراهن اليوم بالعراق يطلب رأي جنابكم الشخصة بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الزمن هو كتشخيص من عندي أنا كتشخيص شخصي مثل ما تفضلت الله يسألوكم الله أعلي شانك سيدنا أيام فتنة ولذلك نأخذ قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كن في الفتنة كابن اللبون لا ظهر فيركب ولا ضرع فيحلب وفي رواية أخرى كن حلسا من أحلاس البيت يعني في أيام الفتنة كن حلسا من أحلاس البيت وكثير من الروايات اللي وردت بهذا الشأن والتي توجه الناس توجه المسلمين أنه في أوقات الفتنة عليهم أن يبتعدوا عن الفتنة لأنه الداخل في الفتنة والخارج منها كلاهما مأثوم فعليش نحن نأخذ إثم الداخل في الفتنة مأثوم والخارج منها مأثوم فلذلك إذا أراد الإنسان أن يسلم من هذه الفتنة عليه أن يتبع قول رسول الله صلى الله عليه وسلم وقول آل البيت عليهم الصلاة والسلام في شأن الفتنة أحسنت كذلك سماحة السيد هناك سؤال آخر من أحد الأخوات تقول هل يجوز الكذب على الزوج مثل ما يجوز الكذب الزوج على الزوجة بسم الله الرحمن الرحيم طبعا مسألة أنه جواز الكذب على الزوجة نعم ممطلقا هذا الجواز وإنما هذا الكذب أو جواز الكذب على الزوجة لأنه إصلاح لأن التوجيه ما التوجيه إصلاحي منه يقول يعني من بعد إذنك أنا أخصد منه يقول هنا المرأة ما راح تشوف هذا الكذب ما لزوجها هو لأجل إصلاحها لا مو إصلاحها أنا ما ذكرت ما قلت أنه إصلاحها وإنما لأجل الإصلاح مطلقا تمام فهذا الزوج حينما يكذب على الزوجة كما يجوز الكذب مثلا في الإصلاح ما بين شخصين يجوز أيضا الكذب على الزوجة باعتبار أن المرأة هي كتلة عاطفة وليس عقل كتلة عواطف شلونت يعني بالمصطلح الدارج شلون تقدر تتعامل مع إنسانه وإنت ما تريد لها أنها مثلا تتعب وما تريد لها أن تختث مثلا نعم وما تريدها تزعل وما تريدها وهي كلها عاطفة فهنا جوز الشرع لأجل الإصلاح لأجل هذا المبدأ جوز للرجل أن يكذب على الزوجة لأجل هذا المبدأ نضرب مثال نعم مثلا المعروف عن النساء حرصهم الشديد على أنه يأخذن الحاجة يشترن مثلا الحاجة بأقل الأسعار نعم والمعروف عن الرجال أنه لما يريدوني يبيعوني يشترون ما يسئلون ما يتعاملون أصلا هاي بيش أخي قال له مثلا بك هذا سعر رأسها تفعله فلوس غلفها بعلاقة وأخذها ومشى زين لما نرجع إلى البيت هذا الزوج المسكين وقدامه زوجته وهو ما يريدها تغتث ما يريدها تزعل نوع من المراعات بالنسبة للزوجة في داخل البيت تمام نعم فلما نسئلت تقل له مثلا هذا بيش أو بيش اشتريته إذا قال السعر الحقيقي نقلبة الدنيا بعد يعني ما رح يستقر حال على حال فيجوز لها فيجوز له حينئذ ماكو يقول مثلا اشتريتها بفلان سعر السعر اللي يوالمها ومع ذلك هي ما الصدق تمام فهذا مثال على أنه لو لو أراد الزوج أن يحسن من جو البيت ويلطف من جو البيت فطريق هذا التلطيف زين أن يكون بعض الكذبات مثلا أو الكذب فهنا الشرعي يقول جائز لك أن تكذب مو معناها أنه يكذب ويدري أنه بعد ذلك بعد هذه الكذبة رح يصير مثلا فتكارثة لا هاي مو أصلح هذا مو أصلح الكذب المجوز على الزوجة في أنه سبيله الإصلاح سبيله أن يكون الأسرة متفاهمة سبيله أن يكون الأسرة بيها جو لطيف أجواء لطيفة مو أجواء مشاحنة مو أجواء عرك مثلا هذا هو المقصود من عنده أحسنت بارك الله بك جناب السيد كذلك سؤال آخر هل يجوز الصلاة بدون صوت بسم الله الرحمن الرحيم يعني صمتا بحيث أنه يقرب قلبه هذا لا يجوز لابد من أن ينطق الحروف نطقا كاملا طبعا في الصلوات الجهرية يخرج جوهر الصوت وفي الصلوات الإخفاتية يخفت من جوهر الصوت يعني فقط يصير مثل الفحيح يعني يقرأ ما عدى البسملة البسملة لازم يكون في كل الصلوات يقراها جهرا أما صمتا فغير جائز أحسنت كذلك سؤال آخر ما حكم طلاق المرأة وهي حامل بالي بسم الله الرحمن الرحيم نعم يجوز أن تطلق المرأة وهي حامل نعم الذي لا يجوز حينما تكون هي مثلا في في أيام الحيث حائث مثلا هذا هو الذي لا يجوز أما حامل فجائز تطليق الحامل لكن المسألة هنا في مسألة الانتهاء العدة من عدمها وهذا بحث آخر غير لا تدور مسألة الجواز وعدمها بالعدة سألتني يجوز طلاق الحامل نعم يجوز طلاق الحامل نزيل أما العدة بما أنه بعد جنابكم شرتوا إلىها الله يسلمكم في مسألة العدة الحامل الحامل إذا طلقت في هذه الحالة إذا وضعت المولود انتهت العدة أحسنت شكرا لكم سماحت سيد ظافر الفياضة الأستاذ في حوزة كربلاء المقدسة شكرا لكم وموفقين إن شاء الله يا أهل والسلام الله يسلمكم مشاهدين الأحبة وصلنا وياكم إلى ختام هذه الحلقة وإن شاء الله نلتقيكم بالحلقة القادمة وآخر دعوانا اللهم عجل وليك الفرج والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته إلى اللقاء الحق والإيمان فتفقه في شرعة الديان الدين دين محمد وهداه في حكم الإيمان ومحكم القرآن ومحكم القرآن ترجمة نانسي قنقر